دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك قالنا إن حجم إصابة محمد شحاتة اللي اتعرض لها قدام نهضة بركان عبارة عن شد في العضلة أو عضلة السمانة جهاز الطبي فضل بالتنصيق مع الجهاز الفني إنهم يستبدلوا اللاعب في المباراة عشان الإصابة لا تتفاقم خيراً فعل الجهاز الطبي بالمناسبة كان معنا طبيب نادي الزمالك مبارح دكتور أحمد أسامة ولأن إصابة أحمد حمدي تقلق لأننا هنجري بعض الإشعاعات عشان نتأكد من حجم الإصابة ولكن بحسب مصادرنا يعني فهي أقرب لقطع في الرباط الصليبي يا رب تحصل معجزة وما يكونش الإصابة كده بس ده الأقرب يعني إن شاء الله يا رب سليم معافح من أهم اللاعبين اللي أسروا مع نادي الزمالك الفترة الأخيرة سواء في الدورة أو في بطولة أفراكي أحمد حمدي وصاحب هدف الفوز مبارح أمام نهضة بركان لعيب مهم جداً ومهار جداً كان مهم إن المسيرة الجيدة بتاعته دي تكمل بس يعني ربنا ربي يشفيه ويعفيه ويرجع أحسن من الأول كمان طيب